وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ الكريم النظار إلى النساء الأجنبيت هل يعد من الزناء؟ نعم يعد من الزناء المعنوي ليس الزناء الحقيقي يعني الزناء الحكمي ليس الحقيقي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين تزني وزناها النظر والرجل تزني وزناها المش واليد تزني وزناها البطش والفرج يصدق ذلك ويكذبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرام النظار إلى النساء الأجنبيت حرام لا أتسمو قلني رقزن في طمغارين ولا طمغارين في رقزن في رقزن لكن المشكلة لكي زنق لكي تشارع أغلب النساء متبرجات أغلب النساء متبرجات والنظر إلى المرأة سواء كانت محتجبة أو متبرجة فحرام وإنما تسكت الخطأ في قراءة الآية وقل للمؤمنات يغضدنا من أبصارهن ويحفظنا فروجهن كل المؤمنين يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهن هذا بالنسبة لرقزن تمغارين وقل للمؤمنات يغضدنا من أبصارهن ويحفظنا فروجهن ويحفظنا فروجهن يقول الحكم يقول إنه يجب أن يكون وإنكما تقول أنه يكون وإنه يكون الأجنابي وإنه يكون الأجنبي إلا من رحم الله أنه يستنت يجتهد الإنسان يجتهد ما أمكن النظر الأول لك غير محسوب عليك غير محسوب عليك مثلا الإنسان يفوق دوراس يلحنت لأول مرة توقع توقع في كل مرة الأجنبي يصفي يجتهد يغض البصار يخصو لي عود النظر الأولى لك والتانية عليك وهذا حتى النساء ولذلك يدور بيتم غريح رب سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذابوا جهنم ولهم عذابوا الحريق أشكل فيتنايا يخصو جمعا جيونس أرقزو لنتي يخصو جمعا جيونس أما بالنسبة يعني الحكم فهو أمر منهي عنه شرعان بالنسبة للسؤال الثاني يجدت نت الفاسق ما يجد صفات نصن الفساق والفاسقين ذكرت القرآن الكريم وكان شنو معنى الفسق الفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل الخروج عن طاعة الله عز وجل حتى المخلوق خرج عن طبيعة عن الطبيعة أتسمى الفاسق مثلا أغرضه الفأر أتسمى الفويسقة علاش لأنه تفوق في الطبيعة تقال مفسيدة يعني فمن بعض صفات الفاسقين الفاسقين الخارجين عن طاعة الله عز وجل شهادت الزور كذلك الطعنة والقطف في النساء المسلمات العافيفات من الفاسق ترك الصارع من الفسق من الفسق بل إلى درجة الكفر عند بعض العلماء كذلك يعني أكل الريبة الغيبة النميمة كل المعاصرة من الفسق أردت كل اسم الفسق الفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل والله عز وجل لا يحب الفاسق والله أعلم ترجمة نانسي قنقر